السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة ومن يعجز عن التسامح يعاقب نفسه وليس الآخرين يعني هو كمن يتحس السم ويظن أنه يسمم غيره كان طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه فقالت لهم رأته يوما ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك أراهم إذا اغتنيت لزموك وإذا افتقرت تركوك فقال لها بل هذا والله من كرم أخلاقهم يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم علق على هذه القصة الإمام الموردي فقال انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسن وظاهر غدرهم وفاء وهذا والله يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة لكي تعيش سعيدا أحسن الظن بالناس ومر عضلة قلبك على التسامح وذاكرتك على النسيان سامحت أسوأ أعدائي لمعرفتي لأن حقدي وكرهي شر أعدائي وأن ذاكرتي أنقى بدونهم كأنما سجلوا من غير أسمائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر